أولا ألف شكر لكل من دعمني وأول إنجاز لي في عالم اليوتيوب وبيعون الله اليوم وصلت إلى ألف سبسكرايب ألف مشترك وهذا كله بفضل الله ثم بفضل دعمكم شكرا لكم وقبل أن أتحدث بموضوع عقيد الكرة السورية عمر السومة أريد أن أشكر أخي الدعم الأول لي ولهذا المجال يحيا قبل أن نبدأ الفيديو صلوا على النبي السومة يحسمها ويجدد مع الأهلي لعام 2024 أي لمدة ثلاث سنوات فقط قلت في الفيديوين السابقين أن السومة سينتقل الأهلي وبالفعل حصل كما قلت طيب هل السومة أصاب في مسألة تجديده مع النادي الأهلي أم لا؟ برأيي نعم أصاب والدليل أن السومة لعب قامته تسمح له التوقيع مع الأهلي ومعظم جماهير العاشقة هم جماهير الأهلي طبعا بعد جماهير السورية وإدارة الأهلي ما مقصرين معه بأي شيء لا ماديا ولا حتى معنويا فهم يعتبرون السومة هو الكبير والمستشار في كل شيء السومة مرتاح مع الكيان الأهلي فمسألة توقيع السومة مع النادي الأهلي كان شيء متوقع جدا طيب هل هذا التوقيع يصف في مصلحة اللاعب؟ وهل توقيع السومة مع الأهلي يصف في مصلحة منتخب سوري أم لا؟ نعم بالتأكيد أن التوقيع مع الأهلي يصف في مصلحة السومة لأن اللاعب يثنتقل إلى نادي آخر، إلى مكان آخر، إلى منطقة أخرى سيتغير عليه الأجوار فمن المحتمل أن يخف أداءه وهذا لا يصف في مصلحة المنتخب السوري ولا حتى في مصلحة الحقيد نفسه وبالنهاينا قلت مبروك للسومة تجديد العقد ولا تنسونا من الاشتراك بالقناة وافقع اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته